من الأمور التي تنافع مع دينا الحنيف فكرة تعدد الآلهة ومع الأسف الكثير من أفلام الكارتون أصبحت تعتمد على هذه الفكرة الخطيرة وخطورة هذا النوع من أفلام أنها ترسخ في أذهان أطفالنا أنه يوجد من يتصرف بالكون غير الله سبحانه وتعالى أبطال خارقين، ملوك، عباقرة أو آلهة في هذا الفيلم تحاول طفلة اسمها موانا حل مشكلة سرقة قلب آلهة اسمها تي في تي وهذه الآلهة يعرف عنها بالفيلم باسم غازقة الحياة موانا تستعين بنصف إله اسمه ماوي لمساعدتها في هذه الرحلة تلاحظون كم آلهة عندنا بالكارتون؟ آلهة ونصف آلهة بعد ما بدينا ماوي النصف إله القبيح مثل ما يوصف نفسه في الكارتون يقول في أغنية You are welcome على الرحب والسعى فكرة الأغنية أن يقول بها للبشر ماكو داعي لشكري على الأشياء اللي قمت بها لكم ويشرح الأشياء اللي قدمها للبشر يقول ماوي في الأغنية وراح أترجمها حرفيا يقول نعم إنه أنا ماوي أعلم إنه كثير عليك أن تنظر إلى إله قبيح على الرحب والسعى بالنسبة للمد والجزر والأرض والشمس والقمر يعني كل هذه الظواهر هو اللي صناعها يؤكد لاحقا في نفس الأغنية كل ظواهر طبيعية أستطيع أن أشرحها لكم المد الجزر العشب الأرض ويكمل كل هذه الظواهر عملها ماوي وهو يعبث فقط يعني هو يلعب وسوى هذه الظواهر طوال فترة الأغنية دقيقتيان و 48 ثانية ماوي يصف الأشياء اللي صناعها للبشر تصور إنه ابنك يشوف هذا الكارتون بكل ما بي من استعاضات وأغاني وألوان ناصعة وحركات وشخصيات جميلة فيتأثر بي ويعتقد أن هذه الشخصية التافهة هي اللي خلقت الأرض والسماء والأشجار والماء وكل شيء تعال الله عما يصفون للأسف هذا الكارتون تم أرضه في معظم الدول العربية وموجود على شكل مقاطع في اليوتيوب وموجود أيضا في المواقع والتطبيقات المجانية والمدفوعة المخصصة للأفلام موسيقى موسيقى